ايضا من يعني جماهيرنا ومشاهديننا والمصريين اللي شاركوا وزميلنا احمد صبري كاتب صحف رئيس تحرير موقع صد البلد طبعا النهاردة قدل بصوته النهاردة نشوف سريعا طبعا وسام كمان طبعا زي ما حاكم بتشوفوا اخترت المصر ليحميها ويحافظ عليها ويليق بها زي ما حاكم بتشوفوا كده ناخد مجموعة ايضا من التعليقات اي خدمة ايمان يوسف طبعا اي خدمة وانت تؤمر ويعني كنت بقول لي ايمان ممكن ناخد طبعا يعني التصويت بتاعك قالت طبعا اي خدمة انت تؤمر وانا طبعا بشكرها بشكر كل الناس وكانت طبعا اختارت المرشح الرئاسي السيدة عفتاح السيسي طبعا طبعا ناخد مجموعة اخرى فريدة كمان وعلى طبعا على اكس ومنصة اكس وطبعا الوطن هو عبارة عن كلمة صغيرة والمعنى كبير طبعا هو اساس الفخر والاعتزاز الهوية التي يحملها المواطن مرفوع الرأسة انما ذهب وكاتب كلام كتير وواضح طبعا اختيارها لها المرشح الرئاسي السيدة عفتاح السيسي بناخد مجموعة ايضا سريعة قبل ما نروح تحية مصر والحجة سوسي ولها كل التحية كانت قالتلي اول يوم ازاي انا فيين اهو موجود يا حجة وانا اتشرف ان انا طبعا اعرض لحضرتك طبعا يعني تصويت حضرتك في ايام الانتخابات وكل التحية لحضرتك كل التحية للمصريين وجموع الشعب المصري العظيم طبعا مشاركة كبيرة جدا وواسعة جدا من اطياف من كل جموع الشعب المصري بناخد تصويت عدد من من ارسلوا لنا او من وضعوا صورهم على منصة اكسا او على فيسبوك بناخد باقي عدد كبير من المشاركات واحنا طبعا مع حضرتكم لكم كل التحية على المشاركة وعلى المساهمة نتكلم على اقبال كبير جدا من كل اطياف المجتمع المصري ولكم كل التحية مصر تنتخب وشعب مصر ينتخب بطبعا تصويت لأول مرة اكبر كسافة تصويتية تحدث في تاريخ هذا الوطن طبعا جيل كبير واسرة كاملة بتنزل بكل الولاد كمان وينتخبوا طبعا لمصر العظيمة وينتبع مع حضرتكم ايضا التصويت ده كابتن علي عبدالخالي كابتن علي والد حضرتكم عارفين الهربان محمد علي ده والد محمد علي اللي هربان في اسبانيا انتخب وانتخب زي ما قال كده انتخب المرشح الرئاسي السيد عفتاح السيسي كابتن علي عبدالخالق كابتن تاني بقول علي عبدالخالق انتخب المرشح الرئاسي السيد عفتاح السيسي والكابتن علي هو والد محمد علي اللي هربان في اسبانيا وكان طبعا الكابتن علي نزل الانتخابات ونزل كمان وانتخب المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح سيسي بس للإحاطة لأنه زيان بقول لها حاكم مهم كمان يعني احنا بنعلن دلوقتي خلاص انتخابات خلص وبالتالي من حقنا الاعلان عن ينتخب مين يعني كل واحد حر في صوته خلاص النهاردة بنعلن عن الانتخابات بعد ما انتهت الانتخابات وبالتالي دلوقتي بنتكلم على نتائج ايضا طبعا من بين يعني واضح طبعا انتخاب يعني المرشح رئاسي طبعا سيد عفتاح سيسي يحظى بي يعني تصويت هائل طبعا شيرين ايضا الال وانتخاب طبعا واضح جدا وانتخبت انتخبت انتخبت اللي حافظ على مصر طبعا واضح جدا وطبعا وشكرا القضاء مشكرا القضاء والداخلية وطعا حيات الشهداء اللي ضائل حربه الاهل الشر والارهابيين وبالتالي ده طبعا شيرين زي ما طبعا نشرت على حسابها طبعا الانتخاب ايضا وواضح طبعا مين وانتخابنا مين والانتخاب ايضا لمصر وطبعا انتخابات مهمة جدا جدا طبعا انتخابات زي ما بقول لحضركم احنا بنحاول ناخد مجموعة كبيرة جدا من الصور اللي موجودة عندنا واللي على المنصة وعلى المنصات واللي موجودة طبعا المواقع التواصل واللي على صفحتنا كمان والناس اللي بعتولنا كمان ولهم كل التحية والتقدير انه زي ما وعدنا ان احنا ناخد اكبر عدد من الصور نعرضها على الهواء مباشرة زي ما وعدنا بنوفي بوعدنا مع حضراتكم مجموعة كبيرة جدا من المشاهدين الكرام من الناخبين والناخبات اللي نزلوا طبعا ايمان قنديل ايضا وطبعا زي ما حضراتكم بتشوفوا طبعا ايمان قنديل انتخبت طبعا مرشح رئاسي واضح طبعا مش محتاج اي تعليق اللي بعده قدام حضراتكم ايضا والناس فرحانة جدا وعايز اعلاحك طبعا جيل شباب وسيدات وكبار السن ومختلف اطياف الشعب المصري بهذا النزول الكبير والكسيف كله بيقول انتخاب طبعا الانتخاب وهذه الانتخابات الكبيرة والفريدة وبتدي رسالة قوية جدا لشعب مصر كمان على من طبعا سناء ايضا انتخبت سناء محمد طبعا انتخبت واضح هو قدام حضراتكم وكتبة طبعا رسالة يعني طويلة عن مصر وعن المواقف اللي حصلت وعن طبعا الاطفال ودي سناء طبعا وطبعا اللي كتبته بعد الانتخاب وللجميع كل التحية زي ما حالكم بتشوفوا طبعا مدارس وفي المدارس ومختلف طبعا جموع الشعب المصري بناخد مجموعة من تعليقاتهم سريعة زي ما احنا بنشوف كده وايضا لكل من قام بيه يعني خاضوا ونزلوا عشان هذه الانتخابات التاريخية لشعب مصر له كل التحية ناني طبعا وبناخد عدد من اللقطات وعدد من الصور طبعا حتى صورة جميلة جدا اجمل صورة يا فندم صحيح ربنا يحفظكم ويبارك وعمركم ويخليكم لينا يا ضحكة مصر وامانها كل التحية لحضراتك كمان كلام جميل جدا مجموعة كبيرة اخرى من تعليقات ومن الصور واللقطات طبعا معروف نعم نشوف اللي بعده نشوف مجموعة كبيرة جدا من الصور كل الناس يعني عشان زي نبولة حاكوا النهاردة لنحنا مسك الختام النهاردة لانتخابات عشان بعد كده كمان بعد ما ناخد باقي الصور الموجودة معانا اتباعا واللقطات وعلى يعني المنصات المختلفة سوشيال ميديا واكس وفيسبوك وانستجرام طبعا مصر ودايما عالم مصر ودايما مرفوع بفضل الله وكرمه بإذن الله تعالى انتخابات جميلة انتخابات نزيهة انتخابات فريدة لأول مرة هذا الحضور الكبير في كافة اللجان والعملية الانتخابية بمنتهى الشفافية ولكم كل التحية على نزولكم وكل الشكر على نزولكم كل الشكر على انتخابات جميلة للغاء جدا وايضا حضوركم بهذه الكسافة طوال التلات ايام نوجه طبعا زي ما انتو بتشوفوا تحية مصر ويعني كل التحية لحضرتك مصر تنتخب رئيسها وطبعا واضح طبعا انتخابها المراشح الرئاسي السيدة عبد فتاحة السيدة ما حكوا بتشوفوا طبعا والناس طبعا كلها في من اجل مصر والنزول من اجل مصر العظيمة وكان هذا اليوم الرائع والجميل تلات ايام